بعد أن اتسعى الخرق على الراغع لم يعد بالإمكان إخفاؤه والتستر عليه هذا تماما حال المجتمع الدولي الآن في تقييم الواقع العراقي وتشخيص أسباب أزماته المتمثلة بفساد النظام السياسي برمته جينين بلاسخارت التي طالما تسترت على جرائم الأحزاب وفسادها لم تستطع إخفاء الحقيقة في إحاطتها الأخيرة معترفة بفشل تراكمي للعملية السياسية أدخل البلاد في هذه الدوامة إن النظام السياسي والحوكم في العراق قضوا التارف عن حاجات الشعب العراقي بل تعمل ضد هذه المصالح والفساد سبب أساسي في مشكلات العراق اليوم وليس أي قائد بمنأ عن ذلك وبعبارة أوضح لا أحد بمنأ عن مسؤولية تدهور أوضاع البلاد بما فيهم زعماء الكتل والميليشيات الذين جلست معهم بلاسخارت ودعمتهم في وقت كان فيه حمام الدم يملأ ميادين اعتصامات ثورة تيتشيرين برصاص الميليشيات والقوات الحكومية فإذا كانت بلاسخارت لم تعد تستطيع تجميل الواقع السياسي فإلى أي هاوية وصلت العملية السياسية حتى بات داعمها يقرون بفشلها وعدم القدرة على إنقاذها من الانهيار الوشيك وبغض النظر عن توصيف الحالة العراقية التي باتت معروفة للقاص والداني اكتفت المبعوثة الأممية إلى العراق بتشخيص الأزمة ولم تتطرق إلى سبل حلها ما يعني غياب الرغبة الدولية في الاستماع إلى صوت العراقيين الذي يطالب بالتغيير الشامل والشروع في انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن مظلة الأحزاب الفاسدة وبناء نظام وطني عادل قائم على خدمة الشعب وتطلعاته بل ورط نظام وطني بديل عن النظام السياسي الحالي بات ضرورة ملحة وانطلاقا من ذلك شراءة القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية في تقديم تصور وطني يتوافق في أهدافه مع الحراك الشعبي الممثل في ثورة تشرين فهل سيستمع المجتمع الدولي الذي يأس من إصلاح النظام الحالي إلى صوت الشعب هذه المرة؟ ترجمة نانسي قنقر